وأيضاً مما يعني هو لا يلتحق بهذا الباب لكنه يدخل في باب الأذى بعض الروائح العطرية بعض الروائح العطرية نفاذة وشديدة وقوية وبعض الناس يشتكي مثلاً من الربو أو يشتكي من أتعاب في صدره فربما يعني تهيج هذه الروائح تعباً وانكتام النفس ويعني ربما يكح أو كحة شديدة من الروائح فهذه أيضاً ينبغي أن يفطلها يعني خاصة الروائح اللفاذة القوية في روائح قوية جداً يعني بعض الناس يتأذى منها ولسيماً إن كان يشتكي من تعب أو نحو ذلك وأيضاً من كان يتأذى منها لا حرج عليه في ردها إذا عرض عليها أن يردها لأن قاعدة الشريعة لا ضرر ولا ضرر إذا علم أنها تؤذيه لا يجامل في المسجد ويبقي هذه الروائحة معه توديه في صلاته فيعني يتجنب ذلك أيضاً أذكر لكم هنا قصة حصلت لي طريفة وكان دائماً الوالد والد يحفظه الله إذا ذكرها يضحك مرة في أحد المساجد كنت أصلي السنة فكان الجالس بجنبي معه رائحة جداً تتعبني يسمونها الفواكه رائحة يسمونها الفواكه رائحتها شديدة وتتعب حتى الدماغ في بعض الناس فكنت تأذى منها تلك الرائحة وما أتحملها فكان الذي بجنبي تطيب وتأذيت وعزمت أن أغير مكاني بعد السنة أغير مكاني وأصلي في جهة أخرى حتى أرتاح في صلاتي وأنا في التشهد وإذا به مستعد فتح الزجاجة ومستعد فقلت السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله مسحة قوية على يدي وسبحان الله أنا معي كتاب أقرأ فيه في تلك الأيام وما أدري كيف أيضاً مسح العطر الذي في يدي في الكتاب وبقيت معي الرائحة أيام عديدة وأنا كنت أريد أن أهرب إلى جهة أخرى وإذا تعلق بالرائحة لأيام عديدة الحاصل أن بعض الروائح العطرية والله مؤذية يعني قد تكون يعني يستطيبها مؤكد صاحبها والأدواق تختلف لكن بعضها مؤذية جداً ولهذا يعني من كان يتأدى لا يتحرج في أن يعتذر من قبول الرائحة ولا سيما من به شكاية من تعب أو نحو ذلك نعم ترجمة نانسي قنقر